هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وواحد وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون واثنين وتسعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وواحد وستين ألف شخص